ثُمَّ أَوْرَحْمَا الْكِتَابَةً لَذِي نَوْضَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِبُ لِنَبْسِهِ وَمِنْهُمْ مُتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَارِقُوا بِالْخَيْرَاتِ بِهِلْ لِلَّهِ ذَلِكَ مُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ ثُمَّ أَوْرَحْمَا الْكِتَابَةً لَذِي نَوْضَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِبُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُوا بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ تَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُوا بِالْخَيْرَاتِ بِالْخَيْرَاتِ بِاللَّهِ ذلك هو الفرض الكبير جَنَّةُ عَدْنِيَةُ قُلُونَا يُخَلَّوْنَ فِيهَا بِنَسَاوِرَ جَنَّةُ عَدْنِيَةُ وَمِنْهُمْ وَنُرْضُ أَوَلِبَاسُ مُكْبِيرَ خَبِيرٌ وَقَالُوا الْحَبْضُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْنَا خَبَالُوا الْحَبْضُ لِلَّهِ